للأمان الموضوع جميل وشكركم على طرحه وعلى دائما مواضيك وجميلة موضوع الدراسة والعمل اليوم والدمج بيناتهم بفترة من مراحل الحياة موضوع جدا مهم بالدرجة الأولى نحن نشوفه شائع ويزداد يعني يوما عن يوم قائب يزداد السبب إذا بدنا نختزله يمكن متطلبات الحياة نوعا ما لكن في أسباب ومزايا إضافية سنحكي عنها كمان كثير ممتازة وكثير بتشجع أن الشباب ينخرطوا بسوق العمل حتى هم على مقاعد الدراسة نعم اليوم إذا بدنا نحكي بهذه الظاهرة فعليا حكينا أنه هي تزداد يوما بعد يوم ما عندنا يمكن ريكورد حقيقية وأرقام حقيقية بسوق العمل لأنه طبيعة أعمالهم بتكون بارتايم جزئية فبتلاقيه مش منتسب يعني بالجهات الحكومية أو الرسمية اللي يكون النداتة توضح كم النسبة أو كم عدد الناس اللي قاعدين بدخلوا على سوق العمل وهم ملازالوا على مقاعد الدراسة نعم 100% طيب لما نحكي أنه ينخرط في سوق العمل أمتى الوقت المناسب وهالشرط أنه يدور على شغل بمجال دراسته مثلاً ولا ممكن يشتغل أي شيء وشو الفائدة؟ خصوصاً لما نتكلم عن المهارات اللي ممكن يكتسبها من سوق العمل جميل جداً اليوم فعلياً لازم بأول فرصة بتسنح لك تنخرط في سوق العمل ودخل بدي أقول لك بالمدرسة إذا ما بدي أبالغ ما عندك مشكلة التجربة اليوم أو التجارب المتراكمة ها هي الخبر الحقيقية حتى القانون يسمح على 16 سنة يعني بإشتراطات معينة بإشتراطات معينة يعني هو قانوني أصلاً بعد 16 منه بين 16 إلى 18 يشتغل ضمن عدد ساعات معينة ضمن عدد ساعات وإشتراطات معينة فهو مش إشي يعني خطير 100% اليوم اللي إحنا فعلياً بنعمله إنه بدراستنا إحنا بنحصل جزئية اسمها المعرفة مشان أرجع خطوة لورا اليوم تعريف عالمياً للشخص بطل محصور بالشهادات اللي موجودة مسمى أو كونسبت السيفي اللي إحنا تعودنا عليه عماله بلتغي يوماً بعد يوم شو بيدخل مكانه إيجا مكانه ما يسمى البروفايل البروفايل بتكون من ثلاث عناصر أساسية المعرفة واللي هي كل الشهادات والتحصيل الألمي اللي أنت بتحصل بحياتك الجزئية الثانية اللي هي المهارات الجزئية الثالثة اللي هي السلوكيات والأتيتيود مشان أختصر باختصار المعرفة اليوم تقل قيمتها يوماً بعد يوم اليوم عالمياً بيقولوا لك أنه قيمتها تساوي عشرة بالمية من البروفايل تبعك الأسباب كثيرة لكن التحول الرقمي والتسارع والتكنولوجي اللي قاعد بيصير جداً عالي الـ data как open source بتأثر بتدور عليها موجودة عشان هذا هو السبب فالتسعين بالمية الكبيرة بتروح ما بين السكيلز ما بين السلوكيات السلوكيات اليوم اللي منحتاجها بسوق العمل جداً مهمة المهارات اللي بتأهلنا نقوم بوظائفنا جداً مهمة هاي ما منحصلها وإحنا عم قاعدة الدراسة الصحيح هون النقطة اللي بدي أوصل لها هاي لازم نمارس فعلياً المهارة بنحتاج ما بين ست أشهر إلى سنتين لأتقانها ولكن اتقانها بالممارسة ما باجي بحكي لك هيثم والله في مهارة اسمها البرزنتيشن انت ما شاء الله فيها شاطر كثير بس قد ما أحكي لك عنها ما رح تتقنها مارلم توقف قدام الناس وتبادر وتحاول هاي المحاولة بدي أرجع برضو أسأل موضوع اللي سألوا هيثم برأيك لازم يكون مرتبط بالتخصص لأنه من الصعب أنا عندي مقولة دائمة بكررها لأمان بشكل مستمر بقول للطلاب خصوصاً لأنا مقاعدة دراسة أو حتى الخرجين الجداد انت ورقة بيضة أنا هيك بحب أسميها اكتب ما شئت اليوم ما في ارتباط كبير ما بين التخصصية وما بين الوظيفة اللي انت بدك تشغلها لأنه زي ما حكينا لنفس السبب السابق المهارات والسلوكيات اللي موجودة عندك هي اللي بتخولك مش الكل اليوم حتى لو كان دارس نفس التخصص هيقدر يتقنوا بالمحصلة والعكس صحيح في أحمد لسه عنا بعض الأهل بيخافوا من فكرة أنه أبنائهم يهمنوا بالدراسة بمعنى لسه إحنا عنا المعدل عنا التقدير التحصيل الأكاديمي إلى الأولوية هل برأيك هذه المخاوف ممكن تأثر على قرارات الطلاب يعني من وجهة نظر أهل أنا بتفهمها طبعا اليوم نظرا لأنه التعليم أصلا مكلف فهو اليوم عامل استثمار خايف عليه من حقه ما حدا بقدر ينكر ولكن بنرجع من أكد على نفس النقطة بشان ينجح استثمارك تمام لازم يتهيئ له البيئة البيئة إنه يقدر يحاوله يشتغل برا بشان يضيف المهارات اللي تخوله يشتغل بس يخلص الشهادة اللي هو قاعد بسهلها أحمد خطورة الانتظار لحين التخرج وبعدين البحث عن العمل بلاقي الطلاب بنصدموا بسوق العمل وفيه فجوة كبيرة بين الطلاب وتوقعاتهم وبين متطلبات سوق العمل وما يريده أصحاب العمل فبستنى لبين ما يتخرج بعدين بروح بلش يدور أشغال بالمقابلة بلش يشتغل أحاله بعدين برجع بلحكي لك أنا أشتغل أن درست أربع سنين عشان هيك تقابلوني وبهذه النظرة وبهذا الراتب وفعلياً في صدمة بتكون مئة بالمئة الصدمة اليوم يعني قبل ما نحكي عنها خلينا نحكي بكل بساطة أنه 27 بالمئة من الناس المؤهلين للعمل بطالي اليوم فبالمرحلة الأولى تمام اتأكد بالأساس أنك تدرس تخصص صحيح تخصصي أهلك تلاقي وظيفة أو تلاقي مجال حتى أنت ممكن تدخله بالمرحلة الثانية زي ما تفضلت اليوم قاعدين بدرس أربع سنين وخمس سنوات وللأسف صارنا نسمع حتى ستة وسبع سنوات طلاب الطب بتطلع ما بلاقي مكان نروح عليه من المهم جداً أنه أنت تحاول تشتغل وتبنيها لك كل الإمكانيات دورات شغل يعني تدريب لنسميه حتى لو كان مجاني يا جماعة بالمرحلة الأولى بدنا نتعب بزيادة حبة بمقابل أنه إحنا يكون إنه فرصة ضمن هالإطار الكبير اللي قاعد بيبحث عن هاي الوظائف منافسة جداً عالية إذن إحنا بالمجمل منشجع على فكرة الدراسة هي فرصة لاكتساب الأدوات المهارات والسلوك اللي أنت كمان عم بتأكد على أهميته كيف ممكن نوازن نصائح عملية للطلاب كمان عشان نطمن الأهد مئة بالمئة يعني الموازنة موضوعها نوعاً ما لنقول صعب جزئياً لأنه مما لا شك فيه فيه ضغط يعني اليوم إحنا فيه إنه مشاكل بالوقت فيه إنه مشاكل بالضغط اللي قاعد بيصير مشان نقدر نوازن أول مرحلة أو استراتيجية من نستخدمها اللي هي نرتب أولوياتنا دائماً يكون في عنا أولويات أنا اليوم مطلوب مني مجموعة من التاسكات وهذا ينطبق حياتنا الشخصية وحياة الشغل برضو الأشياء اللي مطلوبة مني اليوم لازم أرتبها حسب أولويات وأمشي فيها الأولى بالأولى كثير مرات مننجر وراء الشغلات البسيطة مضيع الشغلات المهمة فمشان أقدر أوازن بينهم لازم يكون عندي خطوط واضحة وأولويات واضحة اثنين أدير الوقت طبعاً لكل واحدة فيه استراتيجيات يعني مستخدم منظومة عينزي هاور مستخدم كثير شغلات أرتب وقتي أدير الوقت بشكل كويس اليوم من الأشياء اللي بنحكي عنها إنه أنا من ضمن الشغلات اللي بأشتغل عليها وهي مهارة باي ذا وي يعني لما بدخل بإطار إنه أنا عندي شغل وعندي دراسة من المهارات اللي بتعلمها تلقائياً أدير الوقت وأوازنه بين هذول الجانبين نعم أحياناً بيكون على العكس أشخاص بيشتغلوا وعن بيكملوا بجوز دراسات عليا بجوز ماجستير بجوز كذا يعني بعض الأشخاص ما بس الحلهم يتفرغوا فأيضاً بصير بنشوف ضغط على مستوى أكبر شوي إيه؟ 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 أشخاص؟ تمام؟ بهاية جزئية لأنه نحكي اليوم اللي مطلوب منهم إنه يوازنوا ما بين كفة عمل هو أوريدي ماشي بهالعمل وعليه مسؤوليات ومتطلبات مش عمل بسيط يعني لطالب لسه مش متخرج بالإضافة لذلك أنه فيه عنده مطلوب منه رسالة أو غيره وغيراته هنا فيه جزئية أو ترك كثير صغيرة أنه إذا بتقدر تحيط نفسك بناس يساعدوك أكثر من ما ناس يستنزفوك فيه مقولة أنا بحبها كثير بتقول لك أو بيتشار بقول لك من لم تجانسه احذر أن تجالسه ما ضر بالشمع إلا صحبته الفتلي في معنى آخر أحياناً اللي بنتخرطوا بهذا المجال بالإضافة للضغط النفسي والاجتماعي اللي موجود عليهم بيستنزفوهم اللي حواليهم فدائماً تأكد يكون حواليك ناس زي دانا وهيثم يعملوا لك السبورت الإيجابي يعني يقدروا يساعدوك أنه أنت تتخطى هاي المرحلة من عمرك نعم نصائح أخيرة فيما يتعلق بفكرة الموازنة بالشكل الدقيق استراتيجيات أنت كمان بتشوفها من خلال خبرتك عم بتكون عملية وعم تفرق بحياة الطلبة تمام تمام اليوم اللي نقول كنصيحة عامة نرجع نأكد عليها أنه اليوم أنت بمراحل من مراحل حياتك لازم تخوض تجربة العمل كل ما خطها بدري كل ما اكتسبت الخبرة بدري فاكسر الحاجز في ناس للأسف الشديد ويمكن مرين عليها هاي النقطة سريعاً للأسف الشديد بيظلوا بيستنى الفرصة المثالية بيظلوا يستنى ما بيبدأ أيوة ما بيبدأ بيظلوا يستنى نفس الفرصة اللي بتوافق التخصص اللي مكتوب على الشهادة اليوم اللي بدي أحكي له مية أنت بمجرد ما تكن على مقاعد دراستك أو حتى تتخرج الباب كل لباب مفتوحة ما بيستنى هاي الفرصة هي أنت بتصنعها يعني مية بالمية واحدة من الفرص بعد شوي بتشوفها إنها كانتima بدأت تصنعها وبالتعب يعني مش هنما نبسط الأمور نعم الحياة وردية لا بدها ايفورت بدها تعب فلازم تبذي للجهد مش هن تحصل هاي الفرصة وتقتنصها نعم نعم مي بالمية بدينا شكرك أستاذ أحمد جزيلا الشكر على هذه المعلومات الهمة من الإثمان دائماً التوفيق للجميع